السنوية العامة ونتيجة السنوية العامة لا حديث على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المصرية وفي البيوت وفي الجلسات الخاصة والعامة الا عن نتيجة السنوية العامة بعد عام كبيس هذه الدفعة اللي وصمت بانها دفعة كورونا تخبط وجدل وفشل وتصريحات وتجارب وفساد وتأخير امتحانات والغاء امتحانات وامتحان اونلاين ثم امتحان ورقي ثم بابلشيت ثم دراسة اونلاين ثم فشل ذريع لهذا الوزير الدكتور طرق شاوي واللي خرج قبل ساعة تقريبا في مؤتمر صحفي عشان يعلم نتيجة السنوية العامة للعام 2021 وسط تخوف وفزع من اولياء الامور ما يزيد عن 360 اسرة خلال الشهور الماضية كانت تنتظر هذه اللحظة لا سيامة مع تخبط الوزارة النتيجة كما جاءت في بيان السيد وزير التربية والتعليم 74% هي نسبة النجاح يعني ما اختلفتش كتير عن نسب النجاح السابقة في 2016-72 17-74 18-78 19-81% اما هذه السنة 74% لكن الملاحظ هو انخفاض المجموع وانخفاض يعني نسب المجميع اللي حصل عليها الطلاب كما قال الوزير لم يحصل اي طالب على 100% كما كان يحدث في الاعوام السابقة ودي صورة اولياء اوائل الثانوية العامة وكالعادة سيطرت البنات او الفتيات والطالبات على اوائل الثانوية العامة طبيعة الحال مفيش حاجة على مواقع التواصل اجتماعي من الصبح والواسم على المتصدر يمكن من مساء امس هو الثانوية العامة الكل بيتكلم اما عنده طالب او بيسان الطالب او يعرف طالب او منتظر حتى النتيجة كعادة سنوية بيقوم بيها المصريين ايضا بعد بيان وزير التعليم خرج بيان لوزير التعليم العالي عشان يقول ان التنسيق هذا العام سيكون لعلم علوم 88.4% واربعة من عشرة ده المرحلة الاولى وعلم رياضة 80% بالاضافة للشعبة الادبية هتبدأ من 65.7% من 10% للمرحلة الاولى واللي هتبدأ خلال ساعات اما الاعلام المصري في الوقت اللي الاسر منشغلة بنتيجة الامتحانات ونتيجة السنوية العامة كان الاعلام المصري ومنهم جريدة اليوم السابع منشغلة بمجميع النجوم في السنوية العامة بعضهم جاب 99.8 من عشرة زي احمد فاهمي والبعض كان نتيجته 52 زي امير كرارا والمنشور الاشهر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف البعض اهتم بنتيج الفنانين البعض اهتم بنتيج لعب الكرة البعض ايضا اهتم بنتيج السياسيين واهمهم شهادة السنوية العامة اللي بتنشر كل سنة بتاع الجمال عبد الناصر ونتيجته في السنوية 54% خلينا كده نشوف بعض ما كتب هذه الصفحة الخاصة بالسنوية العامة واللي بيتابعها ما يزيد عن مليون طالب كتبته قالت ابنك هينسى النتيجة بس عمره ما هينسى نظرتك ليه وكلامك يوم النتيجة محاولة من تخفيف العبء على الطلاب اما حمد اهلال الفنان المصري والمغني فكتب وقال نتيجة السنوية العامة نشر فيديو حمد اهلال قبل ساعات تحت وسم السنوية العامة هو ينصح اولياء الامور والطلبة بعدم الفزع خلينا كنا نشوف او نسمع جزء من اللي قاله حمد اهلال على صفحته انا احواري دلوقتي لكل طلبة السنوية العامة حبيب وصحابي اللي موجودين معايا عايزوا لهم ان شاء الله ربنا يكرمكم وتفرحوا فرحة كبيرة وتجيبوا احلى نتيجة اللي انتوا نفسكم فيها وعايز اواجه كلمة اللي هالي عايز اقول له حاجة مهمة قوي يعني سيب ابنك يفرح ما تقرنوش بحد لانه هو يعني هو عارف نفسه سيب ابنك يفرح ما تقرنوش بحد كلام حمد اهلال للطلبة واولياء الامور قبل ساعات من اعلان نتيجة السنوية العامة زي ما عندنا حمد اهلال اللي قلبه على الطلبة واولياء الامور واللي بينصحهم محدش يزعل ومحدش يزعل نفسه ما تقرنش ابنك بحد عندنا كمان نموذج سيء جدا للمشاهير او للشخصية المشهوره او لو هنسميه تجاوزا للفنات عمر كمال عمر كمال مغني او مطرب المهرجانات كتب صباح اليوم على صفحتي هذه التغريدة قال جبت 90% جبت 70% جبت 40% الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس من الاخر الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس من الاخر من وجهة نظر عمر كمال وامثاله ان اهم حاجة الفلوس ده اللي كتبه عمر كمال على صفحتي على فيسبوك عشان نشوف الفرق ما بين مطرب زي حماد اهلال ومغني مهرجانات زي عمر كمال وفي الوقت اللي كانت الليلة اللي فاتت الليلة طويلة جدا على طلبة واولياء امور السنوية العامة كان ولاد الكبار وولاد وكلاء الوزارة وولاد اعضاء البرلمان بيحتفلوا بالنتيجه اللي تصربت الغريب السنة دي او وزارة السيد طارق شوقي كل حاجه فيها بتتصرب الامتحان بيتصرب المنهج الجديد اتصرب حتى النتيجه اتصربت قبل 24 ساعة من اعلان الوزير عن النتيجه الصفحات في بعض الاماكن اتملت بتهاني لبعض ابناء الكبار او ابناء اعضاء البرلمان يعني تهنئة لسيات النائب الدكتور حاتم عبدالعزيز لتفوق ابنائه مش عارف مهند حاتم عبدالعزيز ومؤيد حاتم عبدالعزيز في الشهادة الثانوية العامة بتقدير 97.96% متمنيين لهم النجاح والتوفيق واولاد الباشا متصورين قدام العربيات ونتيجهم 96.97% وطبعا ده النائب عن حزب مستقبل وطن في دايرت ابو كبير بالشرقية وقبل 24 ساعة من اعلان سيادة الوزير خليني اسمع او خليني اسمع الفيديو ده لولي امر احد الطلاب واللي بيقولهم حرام عليكو خلوا عندكو دم واتعاملوا زي احنا ببنى تعمل نتابع السلام كلام المزراء والسلام النواب اعلموا على صفحاتهم تفوق اولادهم بالنتائج 94.95% والسبعة تسعين مبروك لكل الناس ولكن كان من ادم الحوار وادم الاحترام الناس واخدت الشعرين على النتيجة دلوقت خالص ولا تتكلم عن النتيجة عشان خاطر في ناس عايشة على قلم ورعب وفزع وكلهم خايفين ناس عايشة على قلم ورعب وفزع والسيد النائب وولاد السيد النائب بيحتفلوا بتسريب النتيجة قبل 14 ساعة مين صرب النتيجة مين قالهم على النتيجة ممكن تخطوا على طول جنب اللي صرب الامتحانات وتحطوا قدامهم او وراهم اللي صرب المنهج طلع سيادة النائب حاتم احمد يحاول يبرق نفسه ويقول انا زي زي كتير لكن الناس مستكتر علي التفوق ولادي ومستكتر علي ان ولادي متفوقين محدش مستكتر عليك يا سيادة النائب لكن اللي احنا بنطلبه يكون في عدالة مايبقاش الناس كلها مش نايمة ومسؤول وليك صحابك في الوزارة خليني كده اقولك اول رد من سيد الوزير طريق شوقي بعد الفضيحة وبعد الغضب كتب طريق شوقي على صفحته وقال قررت وزار التربية والتعليم والتعليم الفني حاج بنتيجة الطالبين ابناء النائب عن دائرة ابو كبير بالشرقية لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل اعلان النتيجة رسميا وتحويل الامر برمته الى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الامر والسؤال هنا هل هيحققوا في الامر في تسريب النتيجة ولا في نتيجة ولاد سيادة النائب وده السؤال اللي بتسأله الست الطيبة دي ولية احد او ولية امر احد الطلاب بتسأل هتحقق في نتيجة الطلاب ولا هتحقق في تسريب النتيجة نتابع يا عاجب طب سيادة الوزيرة هتحقق في ايه هتحقق في المجاميع اللي وغدينها ولا هتحقق في الخبر اللي اتنشر عزيز المواطن يعني يا عزيز المواطن احنا ما بنسألش الاسئلة دي البلد بلدهم وطبعا هم مسنودين وطبعا الموضوع هيتطرمخ عليه وهيتنسي وهيعدي زي حاجات كتير ما بتتنسي وبتتعدي وبتعدي المهم كل التهنئة وكل الفرحة لابناء ابناءنا واخوتنا طلبة السنوية العامة ونصحتي للكل اولياء امور وطلبة محدش يزعل ورده بقضل ربنا ورده باختيار ربنا وخليك عارف ان في كتير جدا سعداء وعظماء وهم لهم اطباء ولمهندسين الف مبروك للي نجح وفرصة افضل وحظة اطيب للي لم يوفق في نتيجة السنوية العامة اليوم اشتركوا في القناة